قالت مجموعة تيو اي الشركة السياحية الأكبر في العالم إن الحجوزات إلى تركيا في الصيف المقبل انخفضت بنحو 40% بسبب المخاوف الأمنية فيما أعلنت المجموعة تقلص خسائرها في الربع الأول تيو اي أبقت على توقعاتها بارتفاع الأرباح الأساسية بنسبة 10% على الأقل على أساس ثبات أسعار العمولات مؤكدة أن العملاء يفضلون تنظية العطلات في إسبانيا وجزر الكنارية